السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بكم متابعين على قناة عرب دونيك اسمالكم عبد المجيب من كوريا هالمرة البيت هذا وناسه ياه ائتوني ببعض من الجواري طيب البيت السدى شكله عربي على كوريا على ما ديش رأي البيت شوي يزاير دول عربية فأنا سوي لمسة عربية بالبيت وما نسى يسوي أو يترك عالمها الفيديو هذا ليش يمسويه ليش يمساجله باختصار شديد اللي متابعين بالفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات على فكرة سناب شات انا صرفاتح الهين اللي حاب يشوف يومياتي في كوريا ويوميات المعتادة على فكرة هناك يمكن شوية يتكلم عن التقنية كل كله كلام ممكن ما لا علاقة بالتقنية لذلك اللي حاب يشوف السواليف يعني احيانا انا كده سوي نفسك خفيف دم عموما هنا دخل في صلب الموضوع انا الان استخدم ماك انتوش اللي متابعين قبل عارفين ليش وعارفين انتقلت على الجهاز اللي هو ماك انتوش السبب باختصار شديدا ليش انتقلت وين تقول لنا برمجيات حرة ومدريش والحرية وفيفا وفريدوم ومدريش انا مسجل هذا الفيديو للسبب او سببين السبب الاول الناس اللي يشتغلون بمجال البرمجة يكسبون رزقهم من البرمجة السبب الثاني الناس اللي لو اضطرت ان تستخدم معه لذلك انا حاب اتكلم عن هذه الشخصة لم يبقى المرة ان يستخدم الماكنتوش ولكن هذه المرة قنيته ليش شخصيا وكنت سابقا استخدم الويندوز قبل مستقيل كانت اخر استخدام الويندوز كان عام 2016 شهر مايو كان هذاك اخر وقت استخدام هذاك الوقت استخدامت من الوظيفان ماشي عموم انترى البيت عندي في ناس ممكن يدخل عليها حدوثين نرجع للمعمر حديثة هذاك هوا مبشاهي اسمعي تقول شاهي بس لوني صفرت من الهوا ليش استخدمتو استخدمتو لان انا احتاج الان اتابع برمجة الاي او اس وكنتابع التطبيقات حقا الاي او اس الايفون الايفاد والحاجات هذي ماشي في ناس تبي يمكن تقول اه او بالله اخترحت سابقا طرى في طرق ثاني مبلازم تسرق الجهاز مدري ايش الطرق الثاني تعتبر طرق سرق تقعد تسرق من الناس او اكمل استخدمتو طبعا هنا في حاجة حلوة بيخ مفتوح على واحد يدخلها حوال عيسى تسني عند بيت جدتي بيت جدتي بيت لباب مفتوح نرجع لمحنور حديثنا عنو ليش شطاحت محنور حديثنا هو انو لا ما راح استخدم طرق ملتوية ليش لانو عندك هنا مثل اكس كود ان احتاجه في طرق ثاني اني اقدر اجيب نظام هاكنتوش مثلا واشغله وابرمج وكذا انا مصدر رزقي مبني على البرمج ما اعتقد انو احد يرضى انو يبني مصدر رزقه بطريقة حرام الا اذا كان ضميره ميت وشخص ما يراعي الحلاله بالحرام اذا اضرب لكم مثال بسيط جدا اذا كنت انت ابني بيت فانت تحتاج الى حديد وتحتاج الى بلوك وتحتاج شو تحتاج يوم اما اكتشفت ان انت ما عندك القدرة او انت مقتنع عنك تشتلي حديد او قلنا تكلم عن خشب ابواب خشبية ماشي لكن انت عارف تجيبه فرحت عند النجار شفت النجار وين يخزن الابواب ويوم نام النجار اخذت الخشب هذا ويجبته وحطيته وسرقه بالضبط نفسها بالضبط اللي انت قاعد تسوي الان اذا كنتم تسوي نفس الطريقة هذه نفسها بالضبط لما تروح تسرق النظم لذلك عندما تسرق بنا يتزقك على حرام وهذا شيء ما بيه ماشي فهذا هو السبب اللي استخدم هذا الجهاز طيب هل Gino Linux موجود بحياتك؟ قالوا لان انت استخدمه نعم راح استمر اسوي دروس زي ما انا عليه ماشي ولكن الان علشان موضوع الاكس كوز راح استخدمه اي شيء خص ابل راح يكون موجود عندي في الجهاز هذا راح نقوله معي كثير للأسف ماشي للأسف يعني لكن مضفر الحاجة الثانية هي انه بعد التجربة ايش حسيت يعني النظام هل هو قريب من Gino Linux هل هو بعيد لانه في ناش كثير قريب هو قريب نوعا ما ماشي كونه كله نونيكس لايك ولكن مو بمثله ماشي ليش؟ لانه بلقونه لينكس من البوع التعديل والتخصيص والشغلات هذي اكبر ماشي فتعطيك قصائص اكثر تقصص الحاجة الثانية ايه القيود اللي موجودة هذي انا ممتعود عليها فابلينكس على سبيل المثال اذا حبيت تركب برنامج متعود مثلا على اكثر من طريقة واكثر من شغلة او اذا مثلا حبيت ان اعدل شيء في النظام ما عندي اي مشاكل لدق السيدة واعدله هنا ما اقدر هنا في قيود ادري ادري يجي واحد من جماعة ماكنتورش زي ما صار قبل صار معي حوار طويل ماشي يقول فيه طرق وتقدر وتقدر انا اتكلم عن النظام قياسي اوكي؟ قياسيا نتكلم بدون ما لعبه ماشي نتكلم قياسيا نظام لينكس قياسيا مفتوح قياسيا نظامهم لا مغلق وفي مشاكل يعني على سبيل المثال لا الحصر اخسرات المفتيح قياسيا فيه شيء قياسي تمشي عليه لكن هناك من الاساس كل شيء يتخصصه ايضا الجهاز كهاردوير مشكلة لانا اللي معجي الجهاز ماك برو جديد ماذا والله شو اسمه المهم منافذ اليو اس بي اللي موجودة عبارة منافذ تايب سي كلها ما اقدر اوصل الى فلاش فهذه مشكلة كل منافذ اربعة ما فيه فيه ميزة انه الشيحن حقه تايب سي فمعنى انه اقدر اوصله باي واحد من منافذ الاربعة هذي يشحن ولكن انا الان مستفيد من اي جهاز يو اس بي معي الا لازم اشتري وصله لهذا وانتم تعاعد تعاعد كم بتكون الوصله لانك تحتاج وصله في هاتش دي ماك او اثرنت او اس بي اذا كنت بتاخذها كاجهاز واحد اكد قطعة واحد يكون غالي جدا اذا كنت بتاخذها من قطعه متفرقة يمكن تكون اغلى شوي ولا برضو بتاخذ عليك مساحه بالجهاز لاني في خصائص كثيرة تتعامل معه برضو كبير جدا يعني المكان تاخذ رواح تقفو ايضا حطين فيه تاتش بار تاتش بار اللي هو مكان اللمس فوق راح تنفتيح ممكن تبحثون عن جهاز وتشوفونه ملخص حديثي اليوم هو انا انتقلت عشان موضوع الإكس كود عشان ما بغى مشي بطرق غير شرعية فاذا كنت مبرمج وتستخدم الطرق غير شرعية احب اقولي باختصار انت شخص سارق صح صح ضميلك شوي اذا كنت لا تقدر تشتري جهاز الماك انتوش اعتقد انك من مشروعين ثلاثة جمعت مبلغ يخليك تشتري جهاز الماك انتوش هذا الجهاز اللي معي ب 11400 ريال اعرف انه غالي جدا ولكن انا احتاج الجهاز هذا لكن فيها الجهاز الثانية 4500 ريال تقدر تروح تشتريهم لانه نعرف انه فينا استخصص اجهزة بمبلغ اكبر من كده عشان نلعاب وغيره فلا تضعك عن نفس التجهزة مغالية اشتر جهاز لهم وعدل برامجهم عليه على الاقل انت مرخص الان وما سرقت شيء فهذا نوع من العقد بينك وبينهم فهذه طريقتهم هم نعم هي طريقة احتكارية ولكن هذا منتجهم هذا خاص بهم ماذا تقول لا ولا تقول ليه خلاص تبيه خذه ما تبيه خله فالان انا ابيه مضضر ليه خلاص صراحة استخدمه واذا يوما ما اكتشف نفسك انت غيرت قناعة عندك او كسرت قانون ما كنت مؤمن به ترى عادة جدا هذا بتحصل كثيرا الدنيا به مشاكل خلصت الفيديو يمكن نسجلكم فيديو ثاني بكوريا ورح استمر بشرحات لينكس لان لينكس مازال موجود بحياتي بكل مكان فنشوفكم ان شاء الله على خير فيديو ثاني السلام عليكم اشتركوا في القناة